شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربية الفريق اول محمد زكي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جالوت 9 والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر لعدة ايام وانقل وزير الدفاع خلال كلمته تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جالوت 9 والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر لعدة ايام وذلك بحضور الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والقى قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة القوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الغربية العسكرية مؤكدا على عزم مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية على بذل الغالي والنفيس للذودي عن امن الوطن والحفاظ على استقراره بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين في المشروع في اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية مشيرا إلى جهود القوات المسلحة المستمرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للحفاظ على مقدرات الوطن مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكاناتها وقدراتها في مختلف التخصصات مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شاهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة